في مقابلة جراها مع شبكة ABC دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قدراته الذهنية والجسدية كما دعا الناخبين إلى مراقبة أدائه طيلة الأيام المتبقية من الصباق الرئاسي بايدن أنكر وجود أي دعوات ديمقراطية تطالبه بتنحي عن الصباق وأكد أن الشيء الوحيد القادر على منعه هو التدخل الإلهي كنت أعتقد أن kita تقدم المتبقية لتر loقاق forty ago مع كل واحد من المتبقية لتحضر إياقيم لا بإذن تدخل الإله؟ لو شعور가؟ أنواعون عن ذلك؟ ولو SAMร trabalها؟ ومن зн probiot chegou Sure بذورها دعت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينسوتا أنجي كريغ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي وتعاد كريغ أول مشاريع ديمقراطية عن ولاية متأرجحة تطالب الرئيس بالتنحي وسط مخاوف من أن يسبب عمره في خسارة العديد من الأصوات خصوصا بعد المناظرة مع ثلفه دونالد ترامب الأسبوع الفائد ورغم تراجع الزخم حوله ذكرت صحيفة وولستريت جورنل أن 86% من الديمقراطيين قالوا أنهم سيصوتون للرئيس جو بايدن أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب ووفقا الاستطلاعات الرئي تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت 93% من الديمقراطيين الذين قالوا في فبراير أنهم سيصوتون لبايدن وشمل استطلاع الرئي 1500 من الناخبين المسجلين وجريت المقابلات معهم بين 29 من يونيو والثاني من يوليو الجاري وللحديث أكثر نرحب بضيفنا من واشنطن السيد كالفين دارك عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أهلا بك سيد كالفين نرى اختلافات ربما غير مسبوقة داخل الحزب الديمقراطي هل برأيك هذه الاختلافات ستوزيح بايدن من مقعده كمرشح عن الحزب رغم قوله أنه ليس هناك من أعضاء ديمقراطيين يريدون أن ينسحب خلال مقابلته على ABC أهم شيء يجب أن نتذكره هو أنه إذا لم يوافق بايدن عن الانسحاب أو التنحي لا يمكن لأحد أن يجبره حقيقة قانونيا وماليا سيكون من المستحيل القيام بذلك ببساطة لأنه ربح في الانتخابات الأولية وبالتالي سيكون عليه أن ينسحب بملء إرادته ما ذكره في مقابلة مع ABC أنه لم يكن هناك عدد كبير من الديمقراطيين يريدون منه التنحي أعتقد أن هذا كان دليلا أنه غير متصل بالواقع إما أنه لا يريد الإقرار به أو أنه يتم إخفائه عنه من الأقريبين منه إذن باختصار هناك العديد من الديمقراطيين بما في ذلك القيادات يريدون أن ينسحب ولكن يجب أن يبدأ الأمر منه هو طيب يعني وضعت احتمالين أما غير متصل بالواقع أو الأقرباء منه يخفون ذلك ولكن هناك ضغوط للمانحين يعني عم نسمع عنا كيف برأيك ستلعب دور في تراجع يعني ربما الحملة الانتخابية لبايدن نسمع أنه هناك العديد منهم قرر عدم تمويل الحملة الانتخابية في حال بقي بايدن مرشحا عن الحزب الديمقراطي هذا صحيح نعم على بايدن أن يتخذ القرار ومع ذلك سيكون هناك الكثير من الضغوطات إذا سحب المانحون أموالهم كما فعلوا بالفعل يجب أن لا ننسى أنه في عام 2020 الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب كلهم منهما أنفق تقريبا مليار دولار في الحملة الانتخابية ولا نتحدث عن التموين الخارجي إذا الواقع أنه إذا لم يتمكن بايدن من جمع الأموال التي يحتاجها سيجبر على الانسحاب لذا فإن الضغوطات من المانحين لها أثر وأثر كبير جدا سيد كالفين من هي الأسماء المطروحة في حال تنحى أو تبعد بايدن مثلا هل كاميلا هاريس لديها فرصة أمنهم الأسماء واقعيا نتحدث عن شخص واحد وهي كاميلا هاريس وهذا لثلاثة أسباب السبب الأول هو سبب مالي بحت ففي الوقت الحالي بايدن لديه الكثير من الأموال التي تمكن من جمعها من خلال حملته تقريبا مئة مليون دولار كاميلا هاريس هي المرشح الوحيد الذي يمكن نقل هذه الأموال إليه ولذا هي تتمتع بهذه الميزة أي مرشح آخر سيكون عليه أن يبدأ بصفر أموال السبب الثاني سبب سياسي فأعضاء الكونغرس وديمقراطيين الآخرين قالوا أنهم لن يدعموا نقل الأول المرشح غير بايدن سوى كاميلا السبب الثالث هو أن كاميلا هاريس لديها نقاط ضعف ولكن هي خضعت للفحص ما يعني أنها تعرضت لثلاثة سنوات من التمحيص في تاريخها وماضيها لا نعرف هذا عن بقية المرشحين الآخرين وحتى إذا كنا مثلا نتحدث عن حاكم ولاية كبيرة مثل كاليفورنيا لم يتم اختبارهم على المستوى الوطني وبالتالي سيكون المخاطر عالية ولهذه الأسباب كاميلا هاريس هي الخيار الوحيد ما إذا سحب بايدن نعم عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السيد كالفين دارك شكرا جزيلا لك تتواصل في فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي قبل الجولة الثانية من السباق الديمقراطي حيث لا يزال التجمع الوطني اليمني المتطرف يتصدر النتائج وتجري الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عقب انسحاب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط أي معسكر الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون بهدف قطع الطريق أمامه مرشحي التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان للحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية انتلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث تكثر التكهنات بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات وما إذا كانت ستؤمن فوزا بغالبيات المقاعد لليمين المتطرف الذي بنى معظم مشروعه الانتخابي على الأزمة الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعديلات ضريبية مع صعود اليمين المتطرف وحظوظه الأوفري لاستلام السلطة في فرنسا أصبحت الوعود الانتخابية أقرب إلى التحقق ولا سيما الاقتصادية منها فمن المتوقع أن يكون التغيير الأساسي عبر تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة والبنزين من 20% إلى 5.5% أي ستكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية عام 2024 و12 مليار يورو في عام كامل وأيضا سيتم خفض الضرائب على الرواتب حزب التجمع الوطني يخطط أيضا لإلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو وهي خطوة تقول الحكومة الحالية إنها ستكلف أربعة مليارات يورو كما يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدأ العمل في سن 20 عاما أو أقل وزيادة أجور المعلمين والعاملين في قطاع الصحة والتقديرات تشير إلى رفع الراتب التقاعد على الموازنة 17 مليار يورو سنويا الحزب يتعهد بتخفيض فاتورة الأمن الاجتماعي عبر التشديد على الهجرة ويزعم أيضا أنه سوف يتفاوض على خفض مساهمة البلاد في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار مليار يورو التي تبلغ 21.6 مليار يورو هذا العام التوقعات تشير إلى أن الحزب يسعى إلى توفير 20 مليار يورو عن طريق الحد من الهجرة وخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية للمواطنين الأجانب كما يسعى حزب اليمين إلى الحصول على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة الحديث أكثر ينضم إلينا من باريس الدكتور أليكساندر كاتب الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور دكتور يعني مثل ما ذكرنا تبدأ جولة ثانية غدا بالانتخابات بفرنسا والواضح أنه اليمين عم يضمن ربما فرصة أكثر من أي وقت مضى لكن إذا بنتحدث اقتصاديا كيف يبدو المشهد؟ دقيقة التصريحات الأخيرة لرئيس حزب التجمع الوطني أفرضت أن البرنامج الاقتصادي تم تغييره بشيء ما لكي يفوز ثقة المستطمرين ورجال الأعمال فهناك بعض المشاريع عن بعض الإجراءات التي تم تصريح بها من قبل وقال جوردان بارديرا رئيس حزب التجمع الوطني أن هذه الإجراءات لم يتم بها قبل الانتخابات الرئاسية في 2027 فهناك بعض الإجراءات الأخرى كخفض ضرائب القيمة المضادة على بعض البضائع الطاقة والوقود فهذه يمكن أن يقوم بها ولكن تكلفة العامة لهذه الإجراءات هي ربما 10 مليار يورو بما أنك ذكرت هذا الموضوع دكتور يعني خطط لوبان بموضوع الطاقة يعني تصير المخاوف بجميع أنحاء أوروبا وذلك طبعا بحسب عدد التقارير أولا ما السبب وبرأيك هل فعلا ستنجح هذه السياسة المغايرة؟ يعني السبب لتغيير السياسة هو أن الكثير من الناس في فرنسا يشعروا أن شركة الطاقة الفرنسية أوديف كانت تدعم المستهلكين الآخرين في أوروبا وهذا ما ناكس على أسعار الطاقة الكاربائية في فرنسا بصفة كبيرة وارتفعت هذه الأسعار لأن أوديف تبيعوا الكارباء إلى الجوار وهم بصفة عامة ضد الطاقة النووية فهناك تناقض كبير على المستوى الأوروبي وليست هناك سياسة الطاقة فنعم هذه السياسة الجديدة قد تضر ببعض المصالح الألمانية وغيرها من الدول ولكنها تضع النقطة على هذا التناقض الجدري في السياسة الطاقوية الأوروبية التي ليس لها أي فاعلية اليوم نعم طيب إذا ما نحكي للصورة بشكل أوسع كيف يتأثر الاقتصاد الأوروبي بالتغيير الفرنسي إذا حصل وأيضا ما الذي أو ما الدور التي تلعبه باريس في المسار الاقتصاد الأوروبي طبعا المخاوف الكبيرة هي مرتبطة باليورو ومرتبطة بمعدلات السندات الأوروبية مثلا في دول أخرى في فرنسا بطبيعة الحال ولكن أيضا في دول أخرى كإيطاليا وغيرها من الدول وحتى ربما في ألمانيا فثقة المستثمرين بالديون الأوروبية قد تنخفض شيئا ما وتزداد المخاطر على هذه الأصول والسندات ولكن هناك عوامل عدة تلعب أيضا في هذه المعادلة وهي عوامل سياسية حيث أن اليوم لا نعرف كيف يمكن لأوروبا في السنوات السبعة المقبلة ما هي التكتلات التي ستبرز في أيام الأشهر لكن بسبب ديق الوقت متر أنهي هذه المقابلة دكتور أليكساندر كاتب الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك